اهلا وسهلا بحضراتكم مع المهندس واقل نسيم مهندس ميكانيكا في المحاضرة التانية من السايكرومتريك تشارت كنا خدنا في المحاضرة الاولى مقدمة عامة كده عن استخدام البرنامج برنامج السايكرومتريك باي اشري خدنا ازاي ان احنا نوقع النقط بتاعتنا وقلنا ان احنا هنطبق ان شاء الله على فتعالوا نطبق مع بعض دلوقتي على كزا في عندنا الكتاب ده ده اشري هند بوك فاندمنتل 2009 اه والشابتر ده بيتكلم عن يعني ادي الشابتر اهو. شابتر اول شابتر موجود في الاشري فندمينتل. هنبقى انطبق ان شاء الله برضو آآ لمراجع اخرى يعني. عندنا ده اجزامبل وان وعندنا اجزامبل تو وعندنا 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 اجزامبل فور اجزامبل فايف. اجزامبل سكس. خلونا نمشي مع بعض كده في الاجزامبل زيت ونشوف ربنا يقدرنا يعني ونشرح كام واحد فيهم يعني. ان شاء الله ما كانش كلهم. اجزامبل وان بيقول ايه? خلاني نفتح كده على جانب. عشان نبدأ ان اطبع عليها الكلام ده. يعني هوا رطب هوا في رطوبة ما هواش هوا جاف. هوا في بخار مية. يعني هوا موجود عند 40 درجة سليزيس. يبقى تعالوا كده ايه? نبدأ نوقع. الاول نتأكد من اليونيتس اه احنا نوقع. تمام. ايد بوينت. دي هنسميها مسلا. موجودة عند 40 درجة سليزيس. و اه 20 درجة سليزيس. هنا 20 درجة. يبقى ده كده عند الضغط الجوي. يعني عند سطح البحر. يعني عند أشري نومبر ون اللي احنا بنستخدمها. اللي هو نورمال تنبريتشور سليفل. تمام. ابلاي. هنوقع النقطة دا. النقطة دا. determine the humidity ratio enthalpy due point temperature relative humidity and specific volume. عايز يحسب. humidity ratio. والanthalpy due point temperature relative humidity and specific volume. هنشوف طبعا توقيع الكلام دوت على cyclemetric chart في المرجع. ولكن احنا وقعناها هو. فتعالوا نشوف. اول حاجة هو عايز. humidity ratio. ادي. humidity ratio. 6. 46 من 100 جرام. فيبر لكل كيلو جرام. dry air. هو هنا مطلعها ايه؟ 6.5 تمام. جرام ووتر لكل كيلو جرام. dry air. احنا هنا 6.46 من 100. تمام. الانثالبي. ادي الانثالبي. ال H. طلع هنا 56.827 من 1000 كيلو جول لكل كيلو جرام. dry air. 56.8 من 10. هو هنا طبعا مقربها لقرب رقم 60 كيلو جول. تمام. طبعا هو هنا اريها مضبوط 56.7 من 10. نحن هنا 56.8 من 10. due point temperature. ال due point temperature. ال due point temperature. سبعة ونص. سيليزيس. وهنا حوالي سبعة سيليزيس. relative humidity. ال H. 14. 14. ومية. specific volume. اللي هو ال V. ده. طالع 896 من 1000. متر مكعب لكل كيلو جرام. هنا برضو 896 من 1000. متر مكعب لكل كيلو جرام. نشوف تطبيق اجزامبل ون ده. اللي هو عامله على. السيكرومتريك تشور. ها دي. فيجر ون. نروح لفيجر ون. ده فيجر تو. ها هو وقع الكلام دوت على. الخريطة نفسها. ادي النقطة هي. النقطة هي. وبدأ يجيب منها كل الخصائص التانية اللي احنا عارفنا. ده كده اجزامبل نمبر ون. احنا ممكن نعمل برضو حاجة. ممكن نبقى نعمل. save as. اشري. fundamental. اجزامبل. ون. وممكن حتى ابقى. ارفع الاكزامبل ديت على. على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ونعمل مشروع جديد. من هنا. نيو. اجزامبل دو. مويستير. ساتيريتد ات. اتنين درجة. مقوية. يعني ايه ساتيريتد. ساتيريتد يعني الار اتش بتاعته. رتوبة النسبية بتاعته مية في المية. يعني هو مشبع بالكامل ببخار المية. اذا. النقطة دي هي هتقع على. النقطة. كيرف الار اتش. المية في المية ده. فتعالوا نضيف. هذه نقول. 0.1. 0.1. 0.1. مش هنلاقي متر مكعب ثانية. بس في لتر ثانية. المتر مكعب الف لتر. يبقى. ده يبقى عشر تلاف لتر ثانية. هذه عشر تلاف لتر ثانية. طبعا كل خطوة لازم نعمل. وهو بيقول ايه. ان الهوى ده دخل. الهيتنج كويل. يبقى انا هضيف نقطة. وسميها. بيتو. واقول ان النقطة ديت هي عبارة عن. هيتنج. لايه. للنقطة الاولى. الهوى خرج من الكويل عند اربعين درجة مئاوي. ادي اربعين مئاوي. خرج تختحدي. وطلا ما ما قالش ان فيه تغيير في الرطوبة. يبقى بنفتر جاء الهوى من س fashionedite ratio. وبالتالي هنا هيبقى الип process sensible. او عايز ايه؟ نصف المحتدOut. عايزين نشوف. لو دوت مسلا ملفة تسخين. اه وانا بسخم بيه هوا لمبنى في شتا انا عايز اشوف الهوا ده الملف التسخين دوت هيبقى الحمل الحراري بتاعه كام لو الهوا داخله اتنين مقوي ومية في المية ارتوبة نسبية طبعا اتنين مقوي ومية في المية ارتوبة نسبية دي احنا بنجيبها من بتاعت اشري بنشوف المكان اللي احنا سواء هنكيفه او هنسخنه الوزر كنديشنز بتاعته كام فبالافتراض هنا اتنين مقوي ومية في المية ارتوبة نسبية انا عايز اتسخن الشقة دي بحيث ان انا الهوا هيخرج منها اربعين درجة مقوية وكمية الهوا عشر دلاف متر مكعب ثانية يطرى الحمل الحراري للهيتين كويل ده هتبقى الدقيه تعالوا نشوف احنا عملنا هو البروسيس الحمل الحراري هنا بيساوي ربعمائة اتنين وستين ربعمائة اتنين وستين كيلو واط هو هنا مطلعها ربعمائة وتسعين طب الفرق ده جاي من اين شوفوا لو احنا جينا هنا وشوفنا على سيكروميتر تشارت البروسيس هنلاقي من بي وان الى بي تو المفروض ان الدلتا اتش اللي هو فرق الانثالبي ده الانرجي لكل كيلو جرام الانرجي بالجول فلو جينا هنا وشوفنا النقطة رقم واحد الانرجي بتاعتها كام اتناشر تمانية وتسعين من مية كيلو جول لكل كيلو جرام وبي اتنين واحد وخمسين تمانية واربعين من مية كيلو جول لكل كيلو جرام تعالوا كده نفتح ويت بورد عشان نكتب عليها كام حاجة المفروض ان احنا عارفين ان الكيو هيساوي اتش اتنين ناقص اتش واحد اتش اتنين اللي هو واحد وخمسين تمانية واربعين اهو يعني هيساوي واحد وخمسين تمانية واربعين ناقص اتش واحد اللي هي اتناشر تمانية وتسعين اتناشر تمانية وتسعين ده ايه ده كيلو جول لكل كيلو جرام يعني هيساوي لو فتحنا كالكيليتر كده بتاعت البرنامج بتاعت الويندوز واحد وخمسين تمانية واربعين ناقص اتناشر تمانية وتسعين يعني هيساوي تمانية وتلاتين ونص كيلو جول لكل كيلو جرام تمانية انا عندي اصلا كم كيلو جرام انا اليوند اللي عندي او كمية الهواء اللي عندي عشر تلاف ليتر بير ساكند طب مش انا عندي الرو بيساوي الام على الفي كسافة بيساوي الكتلة على الحجم الفي كسافة برضو بيساوي الماس فلوريت على الفوليوم فلوريت اللي هو العشر تلاف ليتر بير ساكند ده الرو بتاعت الهواء هجيبها منين عشان اجيب الام دوت من عايز الام دوت لالام دوت لان لو انا خليت ديت كيلو جرام بير ساكند انا عندي ودربت الرقم ده في الرقم اللي هيطلع هنا كيلو جرام بير ساكند يعني ده تمانية وتلاتين ونص كيلو جول لكل كيلو جرام هنقول لكل كيلو جرام بير ساكند طب تلع عندي مسلاً مثلاً عشرة كيلو جرام بير ساكند يبقت لو تلاتين ونصف عشرة هيبقى كيلو جول لكل كيلو جرام والسكند ده هيحول لكيلو جول على السكند الى كيلو وات لان الانرجي بير تايم بيساوي الباور وانا عايز الكيلو وات تمام كده انا عايز الرو اللي هي الدينيستي عشان قدر اجيب الام دوت الرو بتاعت الهواء رقم مش هنقول سابت ولكن عادة بيبقى واحد واثنين من عشرة طب هل في الحالة بتاعتنا هنقول واحد واثنين من عشرة لا احنا ممكن نخصص اكتر من كده كمان ازاي مش هن عندي هنا النقطة الاولى الفي اللي هي اللي هي مقلوب الدينيستي بيساوي تمانية وسبعين من مية يبقى عند آآ 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 بيساوي واحد على تمانية وسبعين من مية يعني هيساوي واحد تمانية وعشرين من مية واحد تمانية وعشرين من مية كيلو جرام لكل متر مكعب وروته بيساوي واحد على تمانية وتسعين في المية يعني هيساوي واحد واثناشر من مية كيلو جرام لكل متر مكعب جميل اذا انا في عندي هنا دينيستي واحد وعندي دينيستي اثنين اقدر اقول ممكن اقول كده ان انا عندي الافراج دينيستي بيساوي رو واحد زائد رو اثنين على اثنين يعني هيساوي زائد واحد تمانية وعشرين واحد تمانية وعشرين زائد واحد اثناشر على اثنين يعني هتساوي واحد واثنين من عشرة الرقم اللي احنا قلناه من شوية لكن كان لازم نثبته عن طريق الاسبيسيفيك فوليوم لان ده رقم اصبح معلوم عندي فلو انا كده اقدر اجيب الام دوت اقدر اقول الام دوت بيساوي واحد واثنين من عشرة مضروبة في عشرة تلاف يعني هتساوي اتناشر الف كيلو جرام بير ساكند ليه بير ساكند؟ لان ده كان ليتر بير ساكند حلو جداً لو انا جيت قلت بقى ايه تمانية وتلاتين ونص داية هاضربها في اتناشر الف يبقى هيساوي ربعمائة اتنين وستين ربعمائة اتنين وستين الف وط ليه وط سوري ربعمائة اتنين وستين الف كيلو وط ربعمائة اتنين وستين خلينا نشوف اه لا في حاجة هنا معلش؟ مفروض الواحد واثنين من عشرة في عشرة تلاف دا ليتر عشان اخليها كيلو جرام بير ساكند دا كان لازم يبقى متر مكعب يبقى انا كده هقسم على الف يبقى تلات تصفار دول هيروحوا عشان يبقى اتناشر كيلو جرام بير ساكند كده هاضرب هنا في اتناشر بس يعني تمانية وتلاتين ونص في اتناشر هيبقى ربعمائة اتنين وستين كيلو وط يبقى الباور اللي محتاجه ربعمائة اتنين وستين كيلو وط هو هنا طالع كام؟ ربعمائة اتنين وستين وطلتمية واحد تلاتين طبعا مع تصحيح الديناسس اللي هو حسبها هنا باختلاف اللي احنا حسبانه طيب الاشر حسبها كام؟ حسبها ربعمائة وتسعين على اي اساس ربعمائة وتسعين هو هنا لما جاب الماس فلوريت هو هنا اسم على الفي واحد الاسبيسيفيك فوليوم الاولى والاسبيسيفيك فوليوم الاولى بحسب ما احنا كنا شغالين هنا كانت متل عالي الرو واحد تمانية وعشرين من مية لما يضربها في عشرة هيديله رقم اكبر من اتناشر ولذلك هو هنا اديله اتناشر اربعة وسبعين من مية وفي نفس الوقت مع تصحيح الاتش واحد والاتش اتنين يعني الاتش واحد كانت طلع لنا هنا اتناشر تمانية وتسعين من مية هو هنا مسححها تلتاشر والاتش اتنين كانت طلع لنا واحد وخمسين تمانية واربعين هو هنا مسححها واحد وخمسين ونص فلما نيجي نضرب الحزبة بتاعته ادي واحد وخمسين ونص ناقص تلتاشر في اتناشر اربعة وسبعين ادينا ربعين وتسعين وتسعين واربعين من مية كيلو واط وده الرقم اللي هو مطلعه والرقم اللي احنا مطلعينه برضو مش غلط بناء على الارقام اللي طلع من البرنامج لكن هو هنا كان بيقرب لان بيقرح على فمش هتطلع الارقام دقيقة زي ما هي طلعة في البرنامج ده كده example two ناخد example كمان example three ممكن برضو نعمل save as هذه example two ونفتح مشروع جديد مستئر ثلاثين درجة سليزيس درائي بالب temperature point one ثلاثين درجة وخمسين في المية r enter the cooling coil كده احنا هنبرد خمسة متر مكعب ثانية يبقى نحط 5 متر مكعب يعني 5000 متر مكعب ثلاثين درجة ثلاثين درجة ثلاثين درجة درجة yeah Sports to a final saturation condition at 10 Celsius Find the kilo watt of refrigeration required هي باعت Point النقطة التانية هي تبريد cooling coil للنقطة الاولى لغاية عشر درجات مئوى لغاية عشر درجات مئوى معناها ان احنا النقطة رقم اثنين واقع على خط الساتيريشن وعشان نجيب على خط الساتيريشن بالر اتش مية في المية تعالوا نشوف كده ادي البروسيس ادي بواحد عند تلاتين مئوى اه دراي بالب ور اتش خمسين في المية دخلته على ملف تبريد لغاية ما وصل لعشر درجات مئوى ومية في المية رطوبة نسبية نشوف البروسيس دي برضو وهي موجودة هنا اهي ادي النقطة رقم واحد و ادي النقطة رقم اثنين نفس البروسيس ايه المطلوب عايز الكيلوات اوف اه ببساطة اهي الكيلوات من خلال البرنامج طبعا لان دوات كولينج فهيطلع بالمينس فانا عندي ميتين وعشرة كيلوات هو هنا مطلعها مية سبعة وتسعين برضو عرفنا اه الطريقة اللي هو بيحسب بيها هو هنا مفروض برضو اه اه الخمسة سبعة من عشرة ده الماس فلوريت يعني درق اسم الخمسة خمسة فوليوم فلوريت على الاسبيسيفيك فوليوم بتاع النقطة الاولى هذا النقطة الأولى 877 من ألف أسم ده على ده طلع الماس فلوريت خمسة وسبعة من عشرة كيلو جرام بير سكند فالأم دوت اللي ضربها ديت ضربها في ايه اربعة وستين وتلاتة ناقص ناقص الرقم ده ناقص الرقم ده مضروف في الرقم ده ايه الأرقام ديت احنا عندنا من خلال المعادلة ديت لو انا بيحصل عندي كولينج وفي نفس الوقت اختلاف في محتوى الرطوبة فعشان اجيب الكيو هاضرب الام دوت في كوس كبير كده داخله كوسين الاولاني انثال بي واحد ناقص انثال بي اتنين والتاني المؤشر كونتنت واحد ناقص المؤشر كونتنت اتنين مضروب في الانثال بي بتاع دابلو اتنين هنفهم ايه الانثال بي بتاع دابلو اتنين ديت احنا عندنا الاتش واحد اهو اربعة وستين وتلاتة من عشرة ادي الاتش واحد موجود عندنا هنا اربعة وستين وتلاتة من عشرة وعندنا هنا الاتش اتنين تسع وعشرين وتلاتة من عشرة هنا تسع عشرة ونص ماشي عندنا هنا المؤشر كونتنت واحد الدابلو واحد تلاتتاشر وتلاتة من عشرة هنا تلاتتاشر سبعة تلاتين عندنا هنا الدابلو اتنين سبعة ستة وستين هنا سبعة ستة وستين częع احد دابلو اتنين نحن عندنا تلاتتadaki معينة في specific enthalpy معينة يعني احنا عندنا هنا الهوميديت ريشيو عند نقطة اثنين بتسوي كم نرجع ثاني تمام عندنا هنا النقطة اثنين ال W2 سبعة ستة وستين من مية سبعة ستة وستين من مية ايه جرام لكل كيلو جرام هنا كيلو جرام لكل كيلو جرام فهنقسم على الف سبعة ستة وستين على الف يعني او بوينت او او سبعة ستة ستة او بوينت او او سبعة ستة ستة ادي او بوينت او او سبعة ستة ستة يبقى هي تقريبا دي المفروض انا عندي انثالبي دراي اير وانثالبي ساتيريشن وانثالبي ما بينهم الانثالبي اللي احنا جبناها هناك داية في الاكزامبل عند الدابليو اتنين اكزامبل نتيجة هي اكزامبل نتيجة الرطوبة اللي موجودة في الهواء فالاتنين واربعين واثنين دايات لما نيك نجيبها اشتركوا في القناة فلما ننزل هنا في تحت الجدول ده هنلاقي هنا في علاقة بتقول ان الاتش الانثالبي عند ميكسشر اللي هو دراي اير و فيبر يعني بيساوي الاتش الدرايات لما ننزل هنا في تحت الجدول ده دراي اير زائد المويتشار كونتنت اللي هو الدابليو مضروف في الاتش جاز او الاتش فيبر يعني اتش دراي اير تقريبا بتساوي واحد وستة من الف في التمبريتشر اللي هي عشرة مئة قوي لما يأتي المعادلتين دول في المعادلة ديت هيتطلع ان الاتش بيساوي واحد وستة من الف في التمبريتشر زائد الدابليو في الفي الفين خمسمية واحد زائد واحد ستة من الف في التمبريتشر من خلال المعادلة ديت هو طلع الاتش اللي موجودة في الاتشامبل ده اللي هي دي طيب احنا بقى لو بنحسب مانيول الكلام ده كله هنتطرق لي ونبدأ نحسب ونشوف يحتمل طبعا السواب ويحتمل برضو الخطأ لكن مع وجود البرنامج ان احنا اه مش بنعدي بالمراحل دي كلها البرنامج فينال بيقول لنا اه اللود قد ايه فبيغفر حقيقي وقت واخطاء تجنب اخطاء كتير جدا ده كده اجزامبل رقم ثلاثة خلينا نكتفي بالثلاثة اجزامبلز دول نهاردة وان شاء الله في وقت لاحق اه نكمل بيئة الاكزامبل زياني اجزامبل رقم ثلاثة شكرا لحضراتكم و الى اللقاء في محاضرة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة